صباح الورد على حضراتكم مرة تانية وتالتة نكملين معاكم في سلسلة فقراتنا فنانين الزمن الجميل النهاردة هنتكلم عن ايكونة الشياكة والاتيكات الفنانة الجميلة الراقية الراحلة رجاء الجداوي اللي اثرت في العالم العربي كله في اجيال كتير بجمالها وانقطها هنتكلم عنها وعن مشوارها الفني واهم مراحل حياتها من ضفتنا اللي منورانا النهاردة في الستوديو يعني حد من ريحاتها زي ما بيقولوا الاستاذة اميرة مختار بنت الفنانة رجاء الجداوي صباح الورد على حضرتكم صباح الورد والخير مقدمة جنة مرسي يا سلمة قوي دوريا اصلا اسم البرنامج بيحسسنا بالبهجة وهي كانت من الناس اللي بتحب قوي الصبح يبقالوا صباح الخير وصباح الورد وصباح الفل ومحسوسة ما بتقولهاش مش القاء وخلاص هي دايما بترميلك كده طاقة ايجابية تبدأيها اليوم فانا مبسوطة ان انا في طاقة ايجابية الحقيقة ان انا اللي مبسوطة والحقيقة ان انا شايفة خيرة ونتاج تربية رجاء الجداوي انا شايفة نفس الاداء الديسنت نفس الروح الحلوة كمبليمو الحلوة من اول ما دخلت في المكان قد ايه تبدي الناس كمبليمو وقد ايه لطيفة هو ده اللي كان مميز رجاء الجداوي عن اي حد في الدنيا عمر الشياكة ما كانت الشياكة تلبس بس هي كانت دايما تقول الاناقة داخلية اهم من الخارجي لان ممكن انت مثلا سيدة زي ما احنا النهاردة لابسين ويعني عشان الحداد اسود فطبعا بنعزي كل الشعب الليبي وكل الشعب المغربي في الاحداث الحصلة ولكن ان فعلا فيه بني قدمة ممكن تبقى مربوطة في حداد او هي مش قادرة تلبس غير الاسود ولكن فيها اناقة والاناقة دي بتوصل من خلال الشخصية والاسلوب والقلب يعني ممي كانت تقول الشياكة تعاملات مش لبس فيه انسانة بسيطة يعني هي فترة زمنية اضطرت ما يبقاش عندها لبس كانت ده ما تقول ايه الموظفة تلبس لبس واحد عشان بتخسله وتلبسه وهي ده قليته في مرنان انا سمعتها في انتربيو قبل كده بتقول مش لازم خالص اللبس يكون براند ولا سمية ولا غاية بس لازم يكون مخصول وماكي ونظيف بسط انت وانت بتتفرج عليها وهي بتتكلم حتى وهي بتقول الجملة دي بتحسي براحة نفسية هي كانت معادلة صعبة حقيقي ده ده مش كلامي انا ولا كومبليمو لحضرتك خالص ولكن هي فعلا كانت معادلة صعبة للروح الحلوة للشياكة اللي في الارت التسود والاخلاق قبل اللي في المظهر وفي الشكل بسطور وكمان المعادلة الصعبة هنا ان الشياكة مش بغرور ولا بتعالي الشياكة كانت زي ما بيقولوا والاجانب يعني كانت متواضعة ولكن شي كانت متواضعة هي كانت حقيقية يعني كانت تقول لي فيه بيت بسيط جدا تدخلي تقديم كباية الشاي تشتهي تشربيها وممكن تدخلي في مكان يجيلك اللماج وما تبقيش عايزات صحيح فهي كانت انسانة بتحس والانسان اللي بيحسه بيقدر لازم هيبقى مختلف لازم هيبقى مختلف طبعا أنا عندي فضول أعرف الفنانة رجاء الجداوي كانت بتبتدي يومها ازاي الشخصية دي تحس انك عايزة تخشي في تفاصيلها قوي عايزة تعرفي أنا متخيلها كده في دماغي بشياكتها واناقطها ويا بتشرب في انجال القهوة الصبح عايزين نعرف بقى يومها كان بيتبتدي زي ومامي ما كانتش قهوة بيرسن يعني شاي شاي بلبن الصبح وهدية تصحى بتقوم تدخل حمامها تتتتتصلي لو ما صلتوش فجرة حاضر وبعد كده تدخل تقعد تاني في السريرها تدخل تاني السرير تاخد أول كوباية شاي بلبن دا لو ما فيش شغل هتنزله يعني يعني أغلب الوقت كانت ما يتبصح مثلا أربعة ونص خمسة ستة تحضيرات لما قبل الشوق عشان فيه كاميرا الساعة تمانية عشان فيه كاميرا الساعة سبعة فكانت هي تحب قوي تبقى في اللوكيشن قبل معاتها ممكن بساعة وممكن بساعة جافزة دا من ضمن الشياكة برضو دا من ضمن الشياكة دا من ضمن الشياكة القاشاك يا سلمة انها ما كانتش بتلوم اللي بيتأخره بس كان لازم تعرفهم هي وصلة الساعة كان يعني ما ينفعش تقولك مساء انتش يتأخرتي قوي كده لا ما تلومش حد ولكن أنا جيت النهاردة الساعة عشر والأوردر حداشر فتقولك أنا وصلت عشرة عشرة نحنا حداشر دا أنا جاي بتأخر تقول لها معلش بس هو عشان تصبيق الشي فكانت تقول عشان اللي مقرر يتعلم يتعلم حاجة مني واللي مقرر يشوف الأدام كانوا ايه يشوف الأسلوب ايه فكان عندها تكنيك فكري هي بتحب تمشي فيه ويريحها ما اعتقدش انها ممكن تكون دايقة حد أبدا يوم الأيام الشخصية اللي احنا منتكلم عليها ومن حديث الناس كلهم عليها اعتقد انها كانت حساسة لأبعد الحدود يعني لا يمكن تكون أجراسف هل كانت عصبية هل كانت في بعض الأوقات ممكن نشوف عصبية مثلا من رجاء الجدابي طبعا طبعا كدب توصل لحد فين بقى الشديدة هي مامي جديدة يعني مامي تحب كل حاجة مظبوطة ولكن ما افتكرش انها مرة انفعلت لدرجة انها مثلا تغلط في الكلام انفعلت بالشاكة برضو اه يعني انت لما تخانق كانت كنت بقول يعني كانت تقوله من فضلك او لو احنا تقولنا من فضلك لو حتى حد من اللي بيشتغل مثلا معنا مثلا سواء لو هتوجه له لهم هتقوله من فضلك بالثانية المعاد هو كان ملتزد ولكن في حالة انه تأخر مثلا تقول من فضلك انا عندي معاة ساعة كذا فطبعا بعد ما هي تدخل او تنزل باخد انا عشان كلمة من فضلك مش هتوصله انا بحذر معاة دلوقتي لو بيشوفها دلوقتي انا سمعها بصوتها يعني وحسا انها يمكن في الافلام ما كانتش بتمثل بنفس طريقتها بنفس الاتيتيود اللي حايت تكلمي دلوقتي ده فكدت انا بقى بفاهمه غلطه انا بقى الورجن الجديد اللي بيفاهمه غلطه لان سمتعمز فيه ناس ما بتوصلش معاة كلمة من فضلك وخلاص ما بتوقفش لكن مثلا كان عندنا اخر سواق لسه كان بيقولي كده ما جبتش سرسي في اخر برنامج ده انا 15 سنة انا اللي معاها وبتاعوانا اللي مضبط المعيد فعارفة تحسي ان هي اي حد بتتعامل معاها بيحصل رباط نفسي بيها قوي جدا جدا طب احنا ممكن نوجه للأستاذ السواق تحية من صباح الورد يا ده ده تردله ده لع دنيا يعني طب انا عايزة اعرف عايزة اعرف ايه الموقف اللي حصل معاك وكان صعب قوي قوي عليك وانعرف ان علاقتك كانت قوية جدا وحيك البنت الوحيدة ليها عايزة اعرف ايه الموقف اللي حصل ومنستهوش ابدا وكانت قاسية شوية عليك فيه وده غير عادتها اكيد فيه موقف بين الام والبنت ما بتتنسيش انت عملت حاجة شديدة قوي وهي كانت تقاسية معاكي قوي لحد النهاردة انت مش ناسية الموقف ده مش ناسية الموقف ده كتير صاريق لا 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 احنا كنا صحاب جدا جدا ومرتبطين جدا صاريق انت خلتيني افكر في حاجة عاملية فكرت فيها مش فاكر حقيقي مش فاكر ما فيش موقف اكيد كان بتشد لكن موقف ما انسهوش موقف شديد كان فيه عقاب حتى لو حقيقة كنت صغيرة كان فيه عقاب شديد كنت متأزمة منه او موقف حسا ان ما كانش مستاهل ابدا اني اتعاقد بالشكل ده لا ما فيش خالص مع انها كانت ما بتفوتش الهفوة هي كانت مهتمة بالتفاصيل قوي قوي مهتمة بالسلوكيات مهتمة بالدراسة فترات كنت شوية ما بقتش شطرة كده فترة اعدادي شوية كانت بتلمني لكن مش بشدة خالص ما عندناش ضرب في التربية ما عندناش في صحبية وفي شدة وفي تفاهم بس في حاجة كمان يسأل ما فيش اهمال بمعنى ان هو ممكن ما بقاش فيه ضرب وممكن يكون بنتناقش لكن في اهمال لأ ماني ما كانش عندها اهمال الشخصية مهتمة بالتفاصيل جدا مهتمة طول الوقت يعني لما ألبس أدخلها تشوف أنا ألبست ايه لما أبقى نازلة تبقى عارفة أنا نازلة معين لما ما كانش فيه موبايلات ما كانش سهل انك تبقى تطميني على الولاد كل شوية أو 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 فكانت لازم لو أنا مثلا في حاجة كده يا جماعة كنت مروح السينما السيفي اللي هي كانت في السينما سفينكس دي كنت أسمع كلكساها أطلع لها برا تقولي معاكي ومعاكي أو لا طيب بتطمين يطلع ويسلم وإحنا كبار وإحنا مثلا 19 أشهرات أشهرات فهي كانت بتدخل ما إحنا ما نتسبش أدينا ونسيب عناني الموضوع وإحنا بنتناقش على تربس السفرة لا هي مش بس نقاش هي صداقة ثقة واحترام ولكن ما يمنعش أن أنا أحمي ولادي لمرحلة سنية دايما بوجودي دا إحنا لو خدناها بالفطرة يبقى الأسد بيعمل كده مع ولاده والقطة بتعمل كده مع ولادها الأم لازم تكون خط الدفاع الأول لولادها لمرحلة عمرية وبعد كده بتطلقهم فمن يجي إحنا نقول لا 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 التربية الحديثة وده كان نوامي اللي بتقول تي دلوقتي بتسمعي اللي تلقيته من أمي عشان أربي روضة طب حيك حس إنك نسخة مصغرة أنا حسة كده مش عارفة ليه هيك حسة إنك نسخة مصغرة يا رب ما جيش روبها تربي أولادك بنفس الأسلوب اللي تربيت بي آه آه ربيت بنتي أنا عندي بنت واحدة روضة ويمكن كنت بحظوظة إنها تربيت مع مامي وبابي في البيت إحنا كلنا عايشين في بيت واحد فأخدت من عددهم من تقالدهم يعني مثلا بابي كان كل يوم ورودة بيبي طفلة يقول لها يلا المعاد اليومي لما تسمعي كده تقولي أكيد الجد هيلعبها لأ يتفرجوا مع بعضها لأخبار تسعة يعني إيه طفلة تشوف أخبار تسعة نهاردة هي بتدرس السياسة وهي حاسة إنها جزء من حياتها مامي إزاي الأكل إزاي الشرب حتى حتى لو هنأكل بأدينا لو هنغمس فول أمي ما كانتش متعالية وشوكة وسكينة لو هتغمس الفول يتغمس إزاي شكل التربيزة وإحنا أيمين إزاي لو النهاردة الأكل السفرة محطوط عليها فول وبابا غنوج وأبسط السفرات مش هقولك بقى الشركسية على صورة بقى السفرات بقى والفول والكلام اللطيف ده رجال جداي كانت بتخش المطبخ كانت بتقف تطبخ كانت شاطرة في المطبخ يمكن أنا بالنسبة لي بحب لها كذا طبق معين وبس ولكن صورة قديمة هي وهي وقفة في المطبخ وقفة من زمان يعني هي بمضوخ من وياه صغيرة بالزبط طب إيه أكتر أكلة إيه أكتر أكلة بتحبي تأكلها من قديمة كل صحابنا كانوا بيطلبوها غير السد الحنك لو تعرفوا سد الحنك عارفوا طبعا عارفوا يا صنع بس كان بتقدموا بالشياكة أوي إذا ما تشوفوا في سد الحنك تحسي إنه إيه تربية فرانسا كده حاجة مش متاعنة أي حاجة وراها رجائل جدا يحتبقى بالشياكة قوي حتى لو فول على فكرة البوتاجاز ده كان أول البوتاجاز كبير تجيبه من فلوسها من شغلها فهي كانت فرحانة قوي وده كان تصوير تقريبا مجلة الكواكب أو حاجة من القزيمة وهي كان بتطبخ لغاية لما ماتت 86 سنة لما تخش المطبخ تحبي تصوريها بكت لأنها يعني جيت تقولك تخش تطبخ وتقولك تعالي صوريني لا 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 إحنا بقولك تحبي أنت تصوريها لأن تحسي أنه برنامج زي برامج الطبخ دلوقتي الطبخ المحطوط اللي هتطلع فيه المعلقة اللي بتقلب بيها أو الكبشة التقطيع وبعد كده البورد مش عارفة إيه تحسي أنها منظمة هي الشياكة في دمها هي متحبة تبقى ديسم كده طول الوقت حتى وهي بتطبخ بالزبط طب أنا عارفة بقى أن الكابتن طبعا حسن مختار أن فيه قصة حب كبيرة قصة الحب الكبيرة بدأت بعد الجواز طب بس نحن عايزين نعرف الملابسات بقى يعني هم تعرفوا أو شوفوا بعض في السودان اللي أنا نعرف بالزبط وتقدم لها في الطيارة يعني ما خدش وقت ما خدش غلوة زي أنه فيقول لقى فيها احترام بنت في غربة عندها مبادئ شديدة ده وصف بابي للوضع عندها مبادئ لما بتتكلم هي عاملة الديستنس الأدبي المحترم وهي في غربة وهي الوحدها جد بتشتغل بتكافح جد وأنثة في نفس الوقت وشيك هو قال لي ملفتوش أنها أنثة قد ملفته أن هي قد إيه محترمة جد وجدع كلمة جدع دي أكتر كلماني إيه جدع بابي قال لي كانت ممكن وهي بتغير لنا الفلوس لأن هي هناك وبتاع معها مبلغ وإحنا هنغير كان ممكن تاخد نسب اللي هي زال سوق سوقات لا يمكن أخد من ولاد بلدي وبتاع ولا أو خسارة خسارة طب أنت بتشتغلي عشان قالت لهم لا 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 انسوا مش هيحصل وبتاع وفضلوا يحاولوا معها مع أن الفرق كان كبير كان يعمل معها مبلغ كبير ومع ذلك رفض هل تتوقع يعني حد من تربية الجميلة تحية كاريوكا مش هيبقى جدع آه ودي بقى حقيقة يعني ده 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 أصول الجدعانة كلها هي كانت بتقول أن كل شيء صالح وجيد جوايا اتعلمت من خلطي تحية فالله يرحمهم تنتحية كانت شديدة قوي قوي دي بقى اللي كانت شديدة قوي يعني شو في بقى تقولي ايه وتعمل ايه أولا تنتحية كانت في الحياة العامة بتكلم معنا بالفرنساوي يعني بتكلم فرنساوي ف احنا عايزين نقول ان الرجال جداي بتكلم فرنساوي وإيطالي طبعا إيطالي من المربية بتاعتها وإنجليزي وعربي وعربي وألماني وألماني كمان وأسباني أوكي هيشتغلت في البدايات في قسم ترجمة في إحدى شركات الإعلانات أعطاك بالضبط بالضبط كانت مترجمة بس فرنساوي عربي عربي فرنساوي وإنجليزي وعربي أوكي لكن بقيت اللغات بتتكلمهم بتفهمهم ولكن مش بتلاقة طبعا الفرنساوي الإنجليزي بس تتكلمهم كوي يعني تقدر تدير الحديث كامل تقدر تقرأ كل حاجة تحية كاريوكا طبعا الفنانة القاديرة كانت خالة رجاء الجداوي وأخدتها وهي عندها ثلاث سنين ثلاث سنين وأخدت أخوها كمان فاروق كان أظهر منها صحيح كده وهي لربتهم كان في مربية أعتقد إطالية سلما أنت شطرأ سلما أنت شطرأ بجد أعتقد سيعة كامتين مول حلوة أعتقد كان في مربية إطالية هي اللي علمتها الإطالي وطبعا الفنانة القاديرة تحية كاريوكا سويسرية إطالية سويسرية إطالية سويسرية إطالية وهي عاشت معها سنين ولكن هي طبعا كانت بتشوفها في الأجازات هي المسؤولة عنها في الأجازات أو ما قبل أدخول الداخلية لكن غير كده هيك جوة الداخلية ما بتخرجش بتخرج فقط في الأجازات فكانت هي اللي بتبقى مسؤولة عنها بمجرد خروجها طبعا إحنا معنا فيديو جميل جدا أنا حب أن إحنا نشوفه سوي وبعدين نرجع نعلق عليه أوكي يلا برضي ساذا رجاء أفنم أنا بشكورك جدا 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 وربنا يديك الصحة وإكرمك وحتفضلي طول عمرك شيك جدا مش بس قوة هتفتكر أن أنا بقول لحضرتك شيك على اللبس بس اللي هو الله الشيك في كل حاجة وبناديك الصحة شكر شكر أنا كدت أعلى وسائم النهاردة شكري جدا طبعا مصر كلها شايفت الفيديو وإحنا عارفينه وحبينه وحافظينه ولكن مصر متعرفش رجال جداهي لما رجعت البيت حكيت لك إيه عن المواقف ده إحساسها بالمواقف ده كان عامله وإحساسها بالمواقف ده كان في آخر السنوات يعني من عمره فالتكريم ده جيه في وقت كلل أو توج إحساسها اللي هي كتعايز توصله إن الفن رسالة إنه مش ياكت لبس إنه مش بس مجهود أخص عليك يا سلمة صباح الورد إليك لأ من غير أي من غير أي تقصر للأسف ده كان رسالتها هي كانت عايزة تقول إن الفنان ليه دور ليه دور مهم كده في المجتمع في الست البسيطة اللي في البيت لو حبتك قوي هتاخد القدوة الست اللي ما ما بتخرجش وما بتنزلش وما بتطلعش ولكن ما بتشوفش غيرك عشان هو ده الجهاز اللي قدامها هتاخد القدوة فلازم تبقي قدوة حسنة فالتكريم هنا كان على مفاجئ على مبادئها اللي هي بدئها من أكتر من ستين سنة شغل فإنتي فاهمة يعني إيه تتوج عجبك اللي لا خالص ومتأثرة جدا وبكر غير الموضوع أصلي دخلتيني في خصائلاتي فهي حاست التكريم ممكن خدت تكريمات كتيرة جدا وجوائز وتقدرت في بلاد كتيرة ولكن الفكرة من التكريم ده من سيادة الرئيس عبد فتاح سيسي في وسط هذا الجمع من الناس المسؤولة والإعلامية والساسة يعني كم رهيب من البشر والجمهور اللي بيشوف وكانت اليوم ده كمان في وسط الولاد زوجي اللي احتاجات أو أصحاب الهمم زي ما بنقول دلوقتي كده كان يوم فيه رسالة مش تكريم فني فيه تكريم شخصي لحاجة أنا تعبت إحنا شخصين متأثرنا وإحنا من نتفرج على الفيديو فيه حاجات تشوفيها وتقول إيه مجاملات مثلا أو حاجة لطيفة ولكن الفيديو ده تحديدا كان صادق جدا واللي بتفرج حتى يقول إيه حقيقي تستحق تستحقوا أكتر كمان الحمد لله ويمكن هنا برضو سيادة الرئيس كان بيتكلم إن هي دي الوجهة اللي يحب يشوفها دايما في الشخصيات في كل أي حد هيبقى في منصبه يبقى بيحاول إن نرجع أخلاقنا ومبادئنا إحنا طبعا موجودة لكن يعني ما انتهش عن أخلاقنا ومبادئنا وقيمنا وشكلنا في التعامل الراقي لأن إنما الأمم والأخلاق وما بقيت إنهم وزهبت أخلاقهم فإحنا لو أخلاقنا راحت روحنا روحنا بقى في كذب روحنا لكن روحنا في روحنا في حاجات كتير فإحنا أهم حاجة نحاول نحافظ عليها الأخلاق الأخلاق الأولا اللي بناخدها من ديانتنا سواء مسلمين أقباط أيا كان اللي عايش على أرض مصر يعيش بأخلاق هنبقى كلنا الأدام شياكة ورقية هنبقى كلنا الأدام في كل مجال أبسط واحد لأكبر واحد أقل طفل الأكبر بني آدم طبعا متأكدة لو أحد سألك في الدنيا مين قدوتك هتبقى الإجابة على طول رجاء الجداوي اللي بنشوف حسن بختاره رجاء الجداوي لأن أبويا كان كانت أمي بتقولي بحاول هتعلم منه فيمكن بابي لأنه كان هو ما بيحبش قوي الزهور يعني كان إنسان بسيط أكتر يعني اللو بروفايل بقى الأقل فكانت هي بتحب تتعلم منه وكانت تقوله بتعلم منك حسن فالبيت كان فيه كيميا رائعة الجمال كيميا فيها احترام أنا شايفة وحاسة بالكيميا رد حضرتك دلوقتي ده رجاء الجداوي الدبلوماسية الفضيعة بلطافة والشياكة رجاء الجداوي الله يرحمها اللي بيشوف أميرة بيقول على طول أميرة كذا من رجاء الجداوي بالظبط ايه الصفة اللي فعلا اكتسبتها وتشبهي والدتك فيها بالظبط كوفي قيسي كما بيقول يعني طبعا السوت فيها أشياءات كثيرة بروحة عليها ولكن أنا مش مدربة صوتي يعني أنا معدديش تدريب الصوت لأنا مش هالمدرسة فانا السوتي بيطلع أيحلا فانا ما عنديش تدريب للصوت ولكن بيقولوه حاجات كثيرة دلوقتي الله يرحمه أنا بحب السورة دي قوي على فة قوي من أجمل الصوار من أجمل الصوار صحيح اللهم ما عار妹 الله يرحمها الله يرحمها طب غير الصوت غير الصوت اي اي اكتر حاجة بتشبيهيها فيها يعني هما بيقولوا لي ان ادارتي للحياة دلوقتي بقيت نسخة منها ادارتي لشؤون البيت لشؤون التعاملات الاجتماعيات بقيت نسخة منها بعض الناس بيقولوا ان انا واخد نوع من الشياكة والرقي والهدوء النفسي الى حد كبير فيارب يا رب حتى البادي لانجوج طريقة الكلام حركات الادين القعدة اللي هي كده بالزبط يا رب حقيقي بالزبط ودي حاجة دي حاجة جميلة جدا طيب نروح بقى لرجاء الجداوي في الواسط الفن يا حياتي انا بقى هي بتحب الصورة دي اصلا كلنا ما نحب صورة دي لا هي حضرتك وحيك صغيرة وانا صغيرة هي بتحب الصورة دي اوي صاري ان انا اطاتك بس لان خوف تتمشي هي بتحبها قوي وحطها عندها في الدقي على الفوافوس وهي بتعمل ميكب وحطها في البيت الجديد في اللي فينج روم اللي تحت طيب والصورة دي عندك اكيد نسخة منها حيك حطها في اي حتى لان هي اكيد كانت تحبها قوي فعل بالزبط هي موجودة في البيت ما احنا بيت واحد اوكي فانتوا كنتوا فعلا عايشين اصلا قريدي مع بعض عميها سبت عمي وابويا اوكي بين طبعا العلاقة قد ايه قوية طيب انا عايز اعرف بقى رجاء في الواسط الفني ليها صحاب كتير كانت فنانة محبوبة جدا من كل الناس عايزين اعرف بقى مين صحابها مين الاقرب لقلبها كل ما تشوف طول الوقت حتى بتتبخ لهم بأيديها بتعمل لهم عزمات عايزين متكلم شوي عن المواضيع مامي كان جزء من حبها ودلعها في الاكل يعني تحب قوي تقدم لك اكل نوع من الحب متدلع فصحابها من الفن طبعا تانت ميرفت تانت دلالة اللي ارحمها وده شيء معروف هالة صدقي من اقرب الناس لقلبها تانت نبيل العبيد دول اللي هم قريبين قوي 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 من الاعلاميين بوسي شالبي كانت على طول بيبقوا مع بعض في الفترة كمان الاخيرة طبعا الاعلامية بوسي شالبي نجمة قناة تن طبعا وغير كده بقى كان كل الوسط الفني اصدقائها حقيقي بمعنى صغارين والكبار وكانت تقولي الوقوف جنب الشباب بيديني وهج باخد طاقة وهم بياخدوا خبرة يعني وقوفي جنبهم بندينهم الخبرة ووقوفهم جنبنا بيطلنا من الوهج بتاع الشباب بتاعهم طب الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي كانت اعمالها طبعا كتير جدا واشتغلت تقريبا مع كل الناس مين اقرب الناس اللي اشتغلت وحسيت انها فعلا هي حبة قوي تروح اللوكيشن حبة قوي تتعامل مع الاشخاص دي كل يوم كانت مبسوطة بالتعامل معهم مين الفنانين اللي قالتلك كده في ساعة صفا انا حبيت قوي الشغل معهم انا نفسي اشتغل معهم في كل الاعمال اللي جاية انكل حسن حسني الله يرحمه كانت من يعني كميا كده يعدو جنب انكل عمر الحريري كانت من اصدقاءه في اللوكيشن ترتاح قوي في وجوده ولكن كانت حقيقي اللي يعرف ان الرجاء الجداوي في اللوكيشن المعكوس يبقى جزء من القبول بالعمل عشان رجاءها تبقى في اللوكيشن واللي مشاهده مش معاها كان سمتايمز يروح اليوم ده لان هيك بتغير الجو بتغير الموت بتاع اللوكيشن طب ايه التقوص بتاعتها في اللوكيشن اكيد زي ما لها تقوص كده انها تشرب اول شاي بلبن وتاني شاي بلبن في السرير بعد ما ترايح شوي الكلام ده كله اكيد كان لها تقوص شخص زي ما قلنا بيهتم بالتفاصيل كده اكيد ليها تقوص معروفة حتى لكل الناس اللي كانوا بيشتغلوا معاه في اللوكيشن افاجئك انا ما عرفش التفاصيل اللوكيشن لكن اعرف ان انها في اللوكيشن كانت بصمة يعني رباق جداوي جوه اللوكيشن بصمة لازم يبقى فيه يوم يتعامل فيه اكل في البيت بكميات رهيبة ويتنقل بربع نقل يعني طبعا احنا الناس المشاهدين بيبقوا شايفين بس الممثلين معرفوش انه وراء الممثلين وورانا انا وانتي النهاردة جيش شغال ودائما اقول هما الابطال الحقيقيين دي تحية مني انا لكل كروه صباح الورد هما حقيقيين كل الناس اللي قاعدة في الكنترول روم النهاردة هما الابطال الحقيقيين لأي برنامج حضراتكم بتشوفوه او لأي عمل فني بيطلع للنور زي ما بيقول بالضبط فبيبقى وهي اللي بتركز فيه اللي قالتلي البشر اللي تعبانة ومطبقة ومش نايمة ومتوترة احنا بنقعد وبنتسم وبنتحك وبنتكلم والناس بيكلمونا على البرنامج وهما الجندي المجهول فكانت دايما بتفكر في الجندي المجهول هو ده يا سلمة هي دي رجاء الجداوي في اللوكيشن مختلفة مختلفة ولكن انا مكنتش بروح لوكيشن معا غير وانا صغيرة يمكن وانا تجير روحت مرتين او تلاتة روحت وهي بتاعمل جراند هوتل وده كان بناء عن طلب من بنتي انها هتتجنن وتشوف القتال اللوكيشن بتاع القتال فراحت وكانت مبهورة كتاول مرة انا بالنسبالي اتربيت فيه اتربيت في التلفزيون اتربيت في التلفزيون المصري دخلت كواليس نيلي مامي دخدتني ودخلنا كواليس فوزير نيلي طنبوكا ركبت طنبوكا فالحاجات اللي كنتي بتشوفيها وتشوفيها حلم هي حق تالي كطفلة صغيرة فعشت في عالم تاني لما كبرت بقيت ستة عملية بسمع انها بسمع وبهجة في اي لوكيشن لو هي سمعك دلوقتي تحب تقول لها ايه وحشتني قولي لا اقول كتير يا سلمة كتير قوي 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 محتاجة لها زي اني امي وحشتنا جميع عن الحقيقة مجرد وجود صورة حوالينا حتى في بلاتو في الستوديو يعني يا رب يديم حبكو عليها لان حاجة بتسعدني انا بديها لها كل مرة بظهر فيها او حد بيكلمني وعالانستجرام بديها حقيقي من القلبي يا رب يديم عليها حب الناس الرهيب ده يا رب يديم سرتها فوسطنا العمر كله والدعوات ليها ويربنا يتقبل مننا ضعاقنا ليها لان دي مهما قلتلك السعادة اللي ببقى فيها مش ممكن تتخيله مفيش حد محزنش من قلبه حقيقي ساعة لما سمعنا الخبر ساعة ايام الكورونا وكده مفيش حد محزنش من قلبه بجد كأنها واحدة من عائلته فمفيش اجمل من كده الجملة دي في حد ذاتها نجاحها نجاح رجاء جدا وانها دخلتلك بقت امك جدتك صاحبتك فالحمد لله الحمد لله طب انا عارفة ما هيك الليكي طالب كده فاحبق اسمعه منك انا كان محطوط لمامي اللوحة اللي هي هون عاش فللأسف فيه واحد من اللي هما بيبقوا في الشارع بالليل الكاميرات جابته خلع النحاسة على الاساس ان انت فهمة الحاجات اللي بتحصل تم سرقتها يعني تم سرقتها فطبعا انا بطلب يعني بستأذن وزارة الثقافة لو نقدر نعمل اللوحة بديلة تانية بدل اللي تسرقت اكون شاكرة لان احنا جمينا جامعة القاهرة وكل الطلبة وهما راحين وهما جايين بيقفوا وبيعملوا بيفتحوا الكيوار كود وبيقروا السيرة الزكية وبترحموا عليها يعني مش هنقول ان مثلا 200-300 في اليوم لكن اكون صادقة بنبقى 10-15 حد بيقف وصيرتها بتيجي وبيبقوا بيكلموا قدام العمارة وبيتمشوا برضو حاجة من الحاجات الجميلة اوي الحلوة اوي والسيرة الزكية المكتوبة مكتوبة حلوة اوي حتى فيها نوع من انواع القدور فياريت عزيزة اكيد على قلبك واكيد سرقتها كانت اوي انا فخورة بيها جدا ولكن انا كمان بقول انها امتداد لرجاء جداوي السيرة الزكية ان لو نقتدي بسطر فكانت لطيفة يعني برجو لو يعملولي لوحة تانية اكون شكرا جدا ان شاء الله هيتم عمل واحدة تانية ان شاء الله اقرب ان شاء الله مرسي يا سلمة مش رفتنا في صباح الورد الاستاذة اميرة مختار ابنة الفنانة الرحالة الكبيرة رجاء الجداوي صباحك صباح الورد والفل والياسنين صباح الفل وانا زعلانة ان اشفت دموعك النهاردة يا حبابتي معنش مسامحيك ياسا سيدة مشاهدين هنخرج لفاصل قصير ونرجع لكم مع تانية فقراتنا النهاردة ما تروحوش في حد